مشاهدين وينضم إلينا من سنجار موفد الحرة أحمد عرام أحمد أهلا بك أحمد بداية هناك أنباء وردت عن رفع العلم العراقي إلى جانب علم أقليم كردستان في سنجار ماذا صحة هذه الأنباء نعم زينة بالفعل اليوم تم رفع العلم العراقي إلى جوار علم أقليم كردستان في قائم مقام سنجار وباقي الأبنية الحكومية وهي خطوة من المسؤولين في أقليم كردستان أرادوا من خلالها التأكيد أن أقليم كردستان وسنجار هي جزء من العراق بعدما أثير من انتقادات حول عدم رفعهم للعلم العراقي خلال تحرير مدينة سنجار اليوم بالفعل دخلت قوات البيشمرقة إلى قرية قابوسي جنوب شرق سنجار وتم تحرير هذه القرية وجدت قوات البيشمرقة في هذه القرية عوائل عربية وكردية وقدمت لهم المساعدات الإنسانية يبدو أن تنظيم داعش بعد الحصار الذي فرضته قوات البيشمرقة على هذه المدينة وانسحابهم تركوا هذه العوائل وقامت قوات البيشمرقة بتحرير بمساعدة هذه العوائل لكن ما أودت تأكيد عليها أن هناك العديد من القرى لم تحرر حتى الآن كانت يسكن فيها الأيزيديون ولهذا نحن متواجدون الآن في إحدى المخيمات للعوائل الأيزيديية للتحدث عن المناطق التي لم تحرر وما هي رؤيتهم لما يجري في سنجار معي خالد بداية خالد لم أرى تفاعل كبير من قبلكم حول تحرير سنجار لماذا؟ السلام عليكم بالصراحة المناطق السنجار حروا بالقوات البيشمرقة حروا المنطقة السنجار وقاطعوا طريق من سوريا إلى تلعفار هذه المناطق التي لم تحرر خالد؟ المناطق التي لم تحرر نحية قحتانية ومجامعة جزيرة والمنطقة القحتانية والحاثمي والكوجو كانوا يسكنون في هذه المناطق؟ نعم وباقي المناطق المجمع التلقصب والمجمع التلبنات هذه المناطق لم يحررها وأغلبيتهم الأيزيديون بهذه المناطق كانوا يسكنون في هذه المناطق وإذا مركز سنجار لم تكن تضم العديد من الأيزيديين؟ لا لم يكن تضمع داخل مركز القضاء سنجار داخل المركز 25% للإيزيديين و75% من الإيزيديين داخل هذه المجمعات من المجمعات التلعزير والنحية القحتانية والمجمع جزيرة والمجمع عطنانية والمجمع تلقصب وتلبنات هذه المناطق للمحرر وبيا مغبرة جماعية وهذه المناطقات في هذه المناطق؟ نعم في مناطقات كوتشو مغبرة جماعية القرزيرك طيب خالد إذن الزينة يعني هم يؤكدون أن نعم تحررت سنجار لكن ما تزال العديد من القرى التي كانوا يسكنون فيها لم تتحرر حتى الآن وما تزال تحت سيطرة تنظيم داعش وهم يطالبون قوات البيش مرقة بتحرير هذه المناطق لكي يعودوا إليها معي أيضا داود ما هي أبرز مطالبكم يعني في ظل هذا التحرير كيف تنظرون إلى هذا التحرير؟ أبرز مطالب أعتقد إذا تسأل أي واحد أي زيدي أهم شي عنا تحرير المختطفات ما يهمني لا الأرض ولا المال أهم شي المختطفة يعني تحرير مختطفة واحدة يهمني أكثر من أرض سنجار بأكملها ما تزال عديد من المختطفات تقريبا عددهم؟ والله بالتغريب يعني ثلاثة آلاف بناية أبيدهم لحد الآن هذا أهم شي عندي وللجميع مو بزل عندي نعم زينة فرحت وجود المختطفات لدى تنظيم داعش ينغص على الأيزيديين فرحتهم بالانتصار وتحرير هذه المناطق وأسأل أيضا في هذه الأجواء البرد أبرز بطالبكم حتى حاليا يعني للمسؤولين اللي يسمعونها حاليا للمخيم؟ للمخيم للمخيمات جميع المخيمات مستلمين 250 دولار من قبل من الدمد يوين ما عدا هذا المخيم هذا واحد من مطالبنا والمطلوب الله هذا البطاقة مال نازحين من حتى المليون لحد الآن 50% ما مستلمين صار سنة و13 يعني مساويين على سازة استلمون من حتى المليون 50% من جماعاتنا ما مستلمين ما مستلمين زينة أيضا أريد أن أسأل خالد خالد قوات من الأيزيديين مشاركة في هذه عمليات التحرير هل يمكن أن نفصل هذه القوات المشاركة في عمليات التحرير نعم القوات الإيزيديا موجودين في هذه الجبهة السنجار تحرير من نيدة داعش وزايدا القوات البشماركة وزايدا القوات الكردية القوات الكردية موجودين بس البشماركة وقوات الكردية والقوات الإيزديا الحروا لأسل منطقة سنجار قضا سنجار ولا شعفين أي حد لا الجيش العراقي ولا حج الشعبي حتى شرطة محلية هم أشعفين تأيب سؤال أخير وباختصار لو سمحت أقليم كردستان يطالب بضم سنجار إلى أقليم كردستان ما هو موقفكم أنتم أصحاب القرار؟ هل أنتم مع مطالب هذه الأقليم؟ نعم نحن مطالب مع الأقليم ومع البيشمرقة لماذا؟ إذا لم يكن في البيشمرقة وإذا لم يكن في أقليم هسا اليزدين لم يكن في كردستان هسا بيد داعش كلهم هاي بصراحة إذن هي ما قدمه أقليم كردستان من مساعدات بالإضافة إلى تحرير هذه المناطق هم متواجدون الآن في أقليم كردستان وأنا سمعت من أكثر من أيزيدي في هذه المخيمات أنهم مع المطلب وإن كان هذا المطلب هو سياسي وقرار مصيري يعتمد على التفاهمات وتطبيق بعض المواد القانونية المهمة سواء من الحكومة أو مجلس النواب نعم كنت معنا من سنجار موفد الحرة أحمد عرام شكرا جزيلا لك والدي في كالك